بعد أن كان العراق قبل 2003 يمتلك نظاماً تعليمياً يعد من بين أفضل أنظمات التعليم في المنطقة بحسب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو والذي حاز على جائزتين منها وأوصل العراق إلى بلد خال من الأمية يعاني اليوم من فساد كبير وتراجع في مستويات التعليم جائحة كورونا التي تجتاح العالم دخلت العراق لتلقي بظلالها على جميع مفاصل الدولة المنهكة أصلاً من تعاقب الحكومات الفاسدة والأحزاب المتسلطة التي أخرجت العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم في العالم فكان التعليم أول ضحاياها كورونا كشف المستور وفضح عجز الحكومة في التصدي لها وأزاح الستارة عن ملفات فساد كثيرة كان من أبرزها ملف التعليم فبعد الإعلان عن توقف الدوام في ألاف المدارس العراقية التي تضم أكثر من عشرة ملايين طالب وطالبة ونحو مئة جامعة بين أهلية وحكومية أطلقت وزارتاء التربية والتعليم العالي منصات للتعليم الإلكتروني لكن دون امتلاك أي بنية تحتية تقنية في النظام الإداري والإلكتروني فضلا عن عدم إمكانية معظم الطلبة للوصول إلى تلك المنصات بسبب عدم امتلاكهم الأجهزة المناسبة لهذا النوع من التعليم وعدم حصولهم على خدمة الإنترنت ما أفشل التجربة في مهدها العراق الذي لا يزال لديه أكثر من ألف مدرسة طينية وبلغت نسبة الأمية في العاصمة بغداد خمسين في المئة كما صرحت بذلك لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد وأن ستين في المئة من نسبة الطلاب في الدراسة الأولية لم يستطيع الوصول إلى الدراسة الجامعية بحسب الإحصائيات الحكومية فضلاً عن توقف ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف طالب عن الدراسة بسبب العمليات العسكرية في البلاد كل ذلك يفاق مؤثار كورونا على نظام العراق التعليمي الهش ويساعد على انتشار الجهل والأمية وانحدار يشمل كل مجالات الحياة بالإضافة إلى مشاكله التراكمية كغياب الخطط الاستراتيجية ونقص المباني المدرسية وتراجع جودة التعليم ما ينذر بانتكاسة قد لا يستفيق منها إلا بعد عشرات السنين